تشهد مخازن السلع التموينية بالشركة المصرية لتجارة الجملة بمركز ناصر شمال بن سويفا توفر كافة السلع التموينية لتوزعها على البدلين التموينيين لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ملف الأمن الغذائي الذي يشكل أولوية قصوى للدولة شهدت مخازن السلع التموينية داخل الشركة المصرية لتجارة الجملة بمركز ناصر شمال بن سويف توفر كافة السلع التموينية لتوزعها على البدلين التموينيين لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية متوفر طبعاً زي ما حدوك شايفين جميع السلع الأساسية بالإضافة للسلع الإضافية الموجودة على البطاقات التموينية عندنا رز وعندنا السكر وعندنا الزيت متوفر بأرصدة بتزيد عن الثلاث شغور وتتوافر داخل المخازن كافة السلع التموينية من الأرز والسكر والزيت والدقيق وغيرها من السلع الأخرى وذلك لسد احتياجات المواطنين نحن حالياً في مركز ناصر فرع بوش 2 الفرع مستهدفه 5 مليون 800 ألف الحمد لله نحن لحد دلوقتي خلصنا شهر 9 المنظومة وصرفنا بزيادة حوالي 105% وطوال فترة جائحة كورونا إضافة إلى الأزمة الأوكرانية نجحت مصر في تأمين مخزون وافر من كافة السلع التموينية ده واحد من 17 فرع موجودين في المحافظة بيصرفوا السلع التموينية للتجار التموينية الشهر ده صرف بحوالي 7 مليون 800 ألف يعني بزيادة عن الشهر اللي فات بحوالي 2 مليون 800 ألف ده عشان السلع الاستثنائي أو الدعم الاستثنائي اللي أصدروا به قرار سيادة رئيس الجمهورية مسارات متوازية تعمل عليها الدولة لتحقيق هدف الأمن الغذائي من خلال النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الانتاج إلى جانب تنويع مصادر الواردات وتطوير سلاسل التوريد اشتركوا في القناة